موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة يطلع علينا محلل الأمن في زمن عدم الأمن بمفهوم جديد وهو الأمن الإلكترونية حيث مطالع في صحيفة الفايننشل تايمز مقالا لمحرر شؤون الدفاع والأمن سام جونز بعنوان اتفاق بريطاني قطري لمكافحة الجهاديين والحرب الإلكترونية يقول فيه إن بريطانيا وقعت معاهدة أمنية مع قطر لتبادل المعلومات الاستخباراتية السرية وتعميق العلاقات بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مواجهة التهديد الدولي المتنام من الجهاديين والحرب الإلكترونية ويعتبر توقيع مذكرة الأمن بين البلدين واحدا من الإنجازات الرئيسية للمحادثات التي جمعت بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون في لندن الأسبوع الماضي وبحسب جونز فإن هذه الاتفاقية ستعزز التعاون بين قطر وبريطانيا في مجال الأمن الرقمي الذي ينطوي على عمل الوثيق بين قطر ووكالة التنصط الإلكترونية في المملكة المتحدة ويشمل الاتفاق الموقع بين الطرفين التعاون في المجال الاستخباراتي وفي مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات الأمنية بين البلدين وأشار جونز إلى أن ولادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كان له دور كبير في تحفيز التعاون بين الغرب ودول الخليج في الأشهر الأخيرة وضيفا أن صلة قطر الوثيقة بالجماعات التي تقاتل في سوريا وموقعها وسط الخليج جعلها حليفة رئيسية للاستخبارات الغربية رغم مخاوف العامة من علاقة قطر الغامضة مع الجماعات الإسلامية فقطر تعرضت لكثير من الانتقادات من جيرانها في دول الخليج ومن الولايات المتحدة حول علاقتها مع حركة الإخوان المسلمين وختم جونز بالقول إن تبادل خبرات الأمن الإلكتروني بين البلدين أضحى ورقة مساومة ذات قيمة بالنسبة للقوى الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تأملان في العودة إلى توسيع عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية الخاصة بهما ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى الصحافة التركية حيث نشرت وكالة أنباء الأناضول لمراتليها في واشنطن بارشكان أونال وأركان أفيجي موضوعا بعنوان معضلة الأسد في الحرب الأمريكية على داعش جاء فيه تتزايد خلافات الرأي بين مؤسسات الإدارات الأمريكية بشأن توسيع استراتيجية الرئيس باراك أوباما في مكافحة تنظيم داعش لتشمل النظام السوري ويحمل ضم بشار الأسد إلى الاستراتيجية أخطارا كبيرة بالنسبة لأوباما الذي يسعى إلى حل سياسي للحرب السورية بعيدا عن التدخل العسكري فيها وتعتقد الإدارات الأمريكية أن تدريب المعارضة السورية وتزويدها بالعتاد في مواجهة داعش يمكن أن يستخدم أيضا في محاربة الأسد وبذلك تصيب استراتيجية مكافحة داعش النظام السوري بطريقة غير مباشرة وفي هذا الخصوص يقول خبر الشؤون السورية في معهد بحوث الشرق الأدنى بواشنطن أندرو تابلر في تعليق بموقع دايلي بيست لا أحد يعتقد أن الرئيس أوباما يريد فعل شيء حقا في الموضوع السوري ومن أكبر العقبات التي تقف أمام الإدارات الأمريكية أن ضربها لتنظيم داعش سيساعد نظام السوري الذي يحارب بدوره التنظيم على توجيه ضربات أقوى لقوات المعارضة التي ستضعف بالتالي خلال قتالها في الميدان ضد داعش وهذا ما يزيد من تعقيد معضلة الأسد أمام الإدارة الأمريكية التي تقول إن النظام فقد مشروعيته وعليه التنحي من جهة ولا ترغب في الحل العسكري من جهة أخرى ويتجنب أوباما إرسال وحدة برية إلى سوريا خشية من احتمال اجتباكها مع قوات النظام ويعتقد أنه في حال الإطاحة بالأسد دون التوصل إلى اتفاق سياسي ستنهار مؤسسة الدولة كما حدث في ليبيا والعراق لذلك يسعى إلى إرغام الأسد على التفاوض مع المعارضة من أجل الوصول لحل سياسي عوضا عن استهدافه مباشرة حقول النفط والغاز المكتشفة حديثا في البحر المتوسط هل تكون السبب وراء اشتعال المنطقة؟ موقع أخبار تركيا نشر مقالا لأكتايا الماز بعنوان من يشعل المياه في شرق البحر المتوسط جاء فيه لا شك أن منطقة شرق البحر المتوسط تتميز بأهمية متزايدة استراتيجية وجيوسياسية خاصة بعد اكتشاف حقول النفط والغاز الغنية في السنوات الأخيرة بعد الكشف عن وجود هذه الحقول الغنية في هذه المناطق توجهت الإدارة الرومية في جنوب قبرص من جانب واحد إلى تخصيص مناطق اقتصادية خاصة لها ودعوات شركات عالمية إلى البحث والتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق واليونان أيضا قامت بتخصيص مناطق اقتصادية خاصة لها في شرق البحر المتوسط بالاتفاق مع مصر من الأخذ بالاعتبار الموقف التركية من القضية وقد كثفت اليونان والإدارة الرومية اتصالاتها مع إسرائيل ومصر لهذا الغرض وأرسلت تركيا سفينة بارباروس إلى المنطقة برفقة سفينتين حربيتين للبحوث العلمية خطوة أنقرة جاءت في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا وشمال قبرص التركية عام 2012 تتيح لشركة النفط التركية إدراء عمليات البحث والتنقيب في مناطق اقتصادية تابعة لشمال قبرص وردت الإدارة الرومية على الخطوة التركية بالانسحاب من مفاوضات عمليات السلام مع الشطر التركي من الجزيرة والتي وصلت إلى مراحلها النهائية تحت إشراف الأمم المتحدة وقررت منع فتح بعض الفصول المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد كما طالب وزراء خارجية اليونان ومصر وإدارة قبرص الجنوبية طالبت أنقرة بإنهاء عمال التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط من جانبها تقول أنقرة إنها لا تسعى وراء فرض حلول من جانب واحد بل تسعى إلى حل المسائل الخلافية من خلال حوار وتوافق يخدم مصالح جميع الأطراف كما أن تركيا بصفتها الدولة الضامنة قانونيا لقبرص لن تفرط بمصالحها ومصالح التراكي قبرص تحت أي ضرف من الظروف إن دول الخليج التي لفها جنون العظمة لن ترفع يدها حتى تدمر كل شيء هذا ما تقوله صحيفة يني شفق التركية التي نشرت مقالا ليسين أقطاي بعنوان ما الذي تخسره تركيا في الشرق الأوسط ومن الرابح جافي إن الانتخابات التونسية التي أجريت على أساس دستور الجديد التي أظهرت تقدم حزب نداء العلماني الليبرالي بمعدل أصوات يصل إلى 38% وحزب النهضة بنسبة 32% ويتابع الكاتب لقد دعمت تركيا ثورات الربيع العربي من دون أن تعرف من الذي سيصل للسلطة من بعدها وكرة دفاع طبيعي أنشأت تركيا علاقات جيدة مع كل الأطراف التي حققت النجاحة في الانتخابات البعض يظن أن تركيا قد اختارت الإخوان المسلمين وعملت على إصالهم دون غيرهم إلى السلطة إن وجود علاقات طيبة بين حزب العدلة والتنمية والإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية أمر صحيح إلا أن الظن بأن حسن العلاقات هو الذي بات يقرر من سيصل إلى السلطة فهذا وهم قد استغله البعض وفي المحصلة ما المانع من أن تدعم تركيا حزبا قد اختير برضا من شعبه وتركيا لم تقف ضد الانقلاب في مصر لكونه يستهدف الإخوان المسلمين بل لأنه انقلاب بالدرجة الأولى ولكونه ولو انقلبت الآية وكان الإخوان هم المنقلبون على الإرادة الشعبية لما تغير الموقف التركي لقد دعمت تركيا الربيع العربي لما فيه من إظهار الإرادة الحقيقية للشعوب من دون أي تدخلات خارجية إلا أن هناك محاولة لإغراق الثورات الحالية في المؤامرات والانقلابات والمجازر والحروب وتدخلات الخارجية المباشرة إن الذين نتوقع منهم أن يبدو بعضا من ردات الفعل الإنسانية تجاه كل ما يجري سيغرقون اليوم في السعادة عندما يرون التضرر تركيا وعزلتها بدلا من أن يبدو أدنى درجات الإنسانية والتحضر اللازمة في مثل هذه المواقف هل سنربح الكثير من دعم هذه الانقلابات والأحداث الدامية في الشرق الأوسط؟ إن دول الخليج التي لفها جنون العظمة لن ترفع يدها حتى تدمر كل شيء إن أي من الأطراف لن يكون مرتاحا بسبب جرائمه وبسبب شركائه في الجريمة خلاف سياسي يتحول إلى صراع مذهبي تراق لأجله الدماء ويدفع ثمنه الأبرياء عنه نشرت صحيفة القدس العربي مقالا بعنوان عشراء سوريا مداوات الطائفية بالطائفية جاء فيه لم يكن الانشقاق السني الشيعي في بدايته غير خلاف سياسي على استلام منصب خليفة رسول الله وفي موقعتي الجمل وصفين ألتين بدأتان خلاف بحسب المؤرخ ابن كثير قتل ثمانون ألف شخص بينهم المئات من صحابة الرسول وبعد خمس وعشرين سنة وقعت مذبحة كربلاء التي قتل فيها الحسين حفيد الرسول واثنين وسبعون من أهل بيته وأصحابه واجتمعت عقدة الشعور بالذنب التي انتابت أهل العراق الذين خذروا الحسين بعد أن وعدوه بنصوته مع الغضب المتزايد من السياسة الأموية والعباسية لاحقا ضد آل البيت ليصبح ذلك عاملا مستمرا لمزاع الكبير وفي عام ثلاثمائة واثنين وخمسين دشن معز الدولة العباسي طقس عشراء الذي أدى إلى تحويل نهائيا لهذا الانشقاق السياسي إلى انشقاق ديني حيث أمر بإغلاق الأسواق وإظهار النياحة واللطمة عن حسين بن علي ففعل الناس ذلك وأصبح ذلك طقسا سنويا في اليوم الذي قتل فيه حفيد الرسول العاشر من محرم وصر ذلك مناسبة للاقتتال السنوي بين الشيعة والسنة في العراق واشتعلت منذ ذاك حرب لا تبدو لها نهاية تجاوزت العراق وامتدت جغرافيا إلى أغلب بقاع الإسلام تظل هذه المأساة الهائلة الجارية في سوريا يقوم النظام السوري بالاستثمار في هذا النزاع الديني السياسي فبعد أن كانت تقص عشر الشيعية تمارس في أماكن خاصة بهم صار النظام ممالأة لإيران وتأجيجا لصبقة الطائفية للصراع في سوريا ينشر اللافتات والأعلام السوداء والخضراء ويبث الأغاني الشيعية الصاقف والصاقبة ويوسع احتفالات الندب واللطم مع هذا العام الهجري يكون قد مر على بدء الحروب السياسية الدينية في الإسلام ألف وأربعمائة سنة انقرض خلالها الأمويون والعباسيون والبويهيون والصفويون والعثمانيون وغيرهم من سلالات وظفت هذا النزاع الدموي لمصالح دنيوية وكان ضحاياها دوما من فخراء السنة والشيعة وتختتم الصحيفة بتسائلة متى يحيل وقت خروج سوريا والعالم الإسلامي من هذه المأساة أموال اللاجئين السوريين يبدو أنها تتبخر على الطريق ثم تشتكي الدول المضيفة من نقص التمويل موقع أوريانت نيوز نشر موضوعا لرامزين الدين بعنوان بالأرقام أين تذهب أموال اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان جاء فيه في حديث لأوريانت نيت يتساءل الكاتب والصحفي أحمد كامل الذي حضر وقائع مؤتمر صحفي في برلين عن اللاجئين السوريين إذا كانت ألمانيا وحدها قد دفعت 1150 مليون يورو لبنان والأردن فكم دفعت للبلدين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر واليابان والاتحاد الأوروبي ودوله والولايات المتحدة والأمم المتحدة ووكالتها والمنظمات الإنسانية حول العالم يتابع كامل استعادت تركيا ربع مليار دولار من أصل خمسة مليارات أنفقتها على اللاجئين السوريين أما لبنان والأردن فيستعيدان مليارات الدولارات رغم أن إنفاقهما لا يمكن أن يصل إلى حجم إنفاق تركيا لأن عدد اللاجئين في تركيا أكبر منه في البلدين 1.6 مليون في تركيا و1.5 مليون في الأردن و1.4 مليون في لبنان ويضف كامل لا توجد أرقام دقيقة لما يحصل عليه لبنان والأردن باسم اللاجئين السوريين لكن أرقام تم كشفها في مؤتمر برلين تدفع للاعتقاد بأن ما يحصل عليه لبنان والأردن كبير جدا فقد قال ممثل تركيا في مؤتمر برلين إن بلاده حصلت على 5% فقط مما أفقته على اللاجئين السوريين بينما حصلت الدول الأخرى على عشرة أضعاف ذلك ويشار إلى أن التقديرات غير رسمية تتوقع أن يبلغ ما حصل عليه لبنان حوالي 4 مليارات دولار ويتابع كامل يشعر المرء بالصدمة بعد قراءة هذه المعلومات فحجم الشكوى اللبنانية من نفقات السوريين كبيرة للغاية وحجم التأثف وتحميل الجميل والعنصرية فاق الحدود الوضع غريب إلى درجة أن ما يزري حقيقة هو أن لبنان يصدر لسوريا قتلة وسفاحين يتسببون في زيادة عدد المهاجرين من سوريا واللاجئين إلى لبنان وتنال حكومة اللبنانية المتواطئة مع هذا الغزو لسوريا مساعدات دولية كبيرة لتنفقها على السوريين وهي لا تفعل ذلك كأنها تساهم بقتل السوريين وتهجيرهم ثم تنالوا مالا لمساندتهم فلا تساندهم ماذا تبقى لسكان حمص بعد استهداف الملاذ الأخير صحيفة عين بلدي نشرت لقنديل ظاهر تحت عنوان الوعر مأساة إنسانية تسبق اجتياحا متوقعا يمارس نظام منذ أكثر من عام ونصف سياسة الحصار المطبخ على حي الوعر ويستهدف مناطقه بالقصف الصاروخي تارة وبالرصاص والقنص تارة أخرى إضافة إلى حرمان المدنيين من دخول السلع والمواد الغذائية والأدويات والوقود ومنعهم من مغادرة الحي باستثناء الموظفين الحكوميين والطلاب هناك الكثير ممن اضطر للبقاء في الحي نظرا لولوغ أبنائهم سن الخدمة الإلزامية العسكرية فهم لا يستطيعون مغادرة الحي بهدنة أو بسوها بعد أن أصبح الوعر ملاذهم الأخير من قوائم المطلوبين الموزعة على حواجز البلاد ليس تلك فقط ما جعل من الوعر ملاذا للسكان فمنذ 2012 لجأ عشرات الآلاف من المهجرين من منازلهم إليه ما يجعل خروجهم منه يعرضهم للتشرد مجددا بصورة أقصى فلا مأوى جديد لهم بعد اكتظاظ ما تبقى من المناطق المأهولة في المدينة وغياب أي خطة لاستيعابهم واستغلال أصحاب المنازل في بقية الأحياء لتصل إيجاراتها الشهرية لأرقام عالية وكانت إشاعات عديدة سرت في وقت سابق عن اقتراب الوصول لتهدئة تمهد الإدخال مساعدات ومواد أساسية بالإضافة لمنح الطرفين الفرصة للتفاوض على اتفاق يسمح لمقاتل المعارضة بمغادرة المنطقة من دون التعرض للهجوم أو الاعتقال ولم يكتب لكل ذلك النجاح أما اليوم فيتخوف الناس من اجتياح للحي وإبادته في ظل تزايد وسيرة القصف في حملة ممنهجة وفي ظل تغييب أخبار الحي عن العالم هكذا بين مطرقة قصف النظام وتهديده بالاجتياح وسندان أخطاء مقاتل المعارضة في الحي يمكث المدنيون في الوعر بانتظار بارقة رحمة تعيد إليهم طمأننة العيش دون حصار واحتكار وصواريخ ودون تشرد وتهجير وذل وعتقال يتعلق بعضنا بالعادات السيئة والتي ترتبط بمشاعر ومواقف متعددة فكيف يمكن التخلص من إدمان إحدى هذه العادات المدمرة كالتدخين؟ موقع دوتشيفيلا عربية نشر مقالا بعنوان نصائح للإقلاع عن التدخين جاء فيه الإقلاع عن التدخين ليس بالقرار السهل ويحتاج لعزيمة قوية ودراية بالأعراض الصعبة التي سيعاني منها المدخن في الفترة الأولى يتطلب الأمر إعدادا نفسيا وجسديا للمدخن علاوة على دعم من المحيط نابه قدم موقع كزودنهايت الألماني المعني بالأخبار الصحية عدة نصائح تساعدك في الإقلاع عن التدخين في البداية طع تاريخا محددا أسهل طريقة أن تحدد يوما بعينه للإقلاع عن التدخين وكذلك لابد من أن تشغل نفسك فمن الأفضل أن ترتب العديد من المهام لكي تلهي نفسك عن التفكير في التدخين كما ينصح أيضا بالتخلص من جميع السجائر التي بحوزتك كما ينصح بشرب الكثير من الماء بالإضافة إلى ذلك لابد من أن تدلل نفسك اشتري لنفسك هدية مكافأة لها على الإقلاع عن التدخين كذلك ينصح بممارسة الرياضة والتحرك كثيرا فالنشاط الجسدي يؤدي إلى تحسين المزاج ويلهيك عن التفكير في افتقاد السجائر ينصح أيضا بتناول الخضروات والفاكهة ومقاومة الرغبة في تناول الحلوة وينصح بالاستعادة عنها بالعلكة الخالية من السكر كذلك يجب أن تتجنب أجواء التدخين وأن تعرف أعراض الإقلاع عن التدخين استمتع بكل يوم فبكل يوم يمكنك الاستمتاع بصحة أفضل مع توافر إمكانية إنفاق نقودك في أمور أفضل حسب ما ينصح موقعك زودنهايت لا تربط مشاعرك بالسجائر حاول التخلص من الربط بين الأخبار السيئة والسجائر وتذكر جيدا أن تدخين سيجارة واحدة لتجاوز تبعات خبر سيء سمعته سيكون مجرد البداية لتعود مرة أخرى للتدخين بنفس المعدل القديم هل يستطيعون إسكات صوت الحق الذي ينطلق من داخل الإنسان مهما تفننوا في الطغيان عن هذه الفكرة يطالعنا موقع العربي الجديد الذي نشر مقال الإخطي بدل بعنوان سننتخب الأسد جاء فيه حينما خرج صديق الأديب سامر من سجن أمن الدولة سنة 1981 كان قد اتخذ قرارا غريبا للغاية هو أنه سيذهب في أول استفتاء قادم إلى مركز الاستفتاء وسيتناول الورقة الاستفتائية على نحو علني واستعراضي ويكتب عليها نعم للقائد حافظ الأسد ويقربها من أعين أعضاء اللجنة المشرفة على الاستفتاء ليروها عن كثب أعرف سامر منذ أيام المدرسة شاب وسيم ويتمتع بجاذبية قل ما يتمتع بها شبان غيره ولعل الشفافية الزائدة هي التي أوقعت سامر في قبضة المخابرات العسكرية فقد كان يتباهى بجرأته في إعلان مبدأ إسقاط نظام حافظ الأسد الاستبدادي وفي استفتاء سنة 1978 ذهب إلى مركز الاستفتاء وأمسك بالورقة على نحو استعراضي وكتب عليها لا وقدمها لأعضاء اللجنة المفتوحة ليروها وليعرفوا أنه لا يقبل بحكم العسكر والمخابرات فكان أن نام تلك الليلة في المنفردة واستمر ثاويا فيها حتى أواصط سنة 1981 قلت له على انفراد أنت تدهشني بما تقول يا سامر كيف ولماذا تجاهر بقولك نعم لحافظ الأسد؟ قال بحماس حتى إذا اتهمتني جهة أمنية ما في المستقبل بأنني معادل السيد الرئيس حافظ الأسد أستطيع أن أطلب أعضاء لجنة الاستفتاء للشهادة وقتها سيقولون أي والله العظيم رأينا سامر بأمهات أعيننا وهو يوافق على انتخاب السيد الرئيس لسبع سنوات قادمة قلت أرجوك توقف عن هذا الهذر وقل لي ماذا حصل قال بأسن بالغ لا يستطيع أحد أن يعرف أو يتخيل أو يتصور أو يمتلك فكرة صحيحة عما يدري في سجون أمن الدولة السورية غير السجناء أنفسهم قلت حتى لو استطعت أن أتخيل حجم المعاناة هذا لا يسويغ لك اتخاذ قرار سخيف كهذا انتفض سامر وقال يبدو أنك لا تريد أن تفهم يا رجل أريد أن أسألك سؤالا محددا وواضحا هل تعرف العقوبة القانونية التي تقع على ضبط الأمن الذي يعذب مواطنا سوريا حتى الموت كائنا من كان هذا المواطن حتى ولو كان أديبا لامعا مثل حضرتي أو حضرتك قلت ما هي؟ قال سلامتك ولا شيء يأتي الجنود المخصصون للخدمة ويأخذون الجثة ويتابعه ونضاله في تعذيب سجينا آخر وكأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه قلت وبعد قال يعني الآن السيد الرئيس حافظ الأسد حينما أمر بإخراجنا نحن المعتقلين الباقين على قيد الحياة من السجن فهذا يعني مكرومة كبيرة وأنا أمتلك من حسن التربية والذوق والأقلاق الحميدة ما يكفي لي أن أشكره ولا يوجد طريقة أفضل من أن أكفر عن ذنب الأول حينما قلت لا فأذهب الآن وأقول نعم ملاحظة في استفتاء سنة 1985 نفذ سامر خطته ولدى خروجه من مركز الاستفتاء اعتقلته دورية من الأمن السياسي تبين أنه باللا شعور كتب لا بدلا من نعم عزاء المشاهدين نعم للحق والعدل والسلام ولا للظلم والبغي والعدوان وسنظل نقول لا لكل من يمتحن الإنسان وفي غد جديد للإنسان ألقاكم مع حديث صحافة جديد فكونوا معنا تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل أطيب المونى لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر